انضمنا إلينا في الستيديو وزير الدولة الأردن السابق لشؤوننا القانونية دكتور محمود الخرابشة دكتور محمود مساء الخير السلام خير اليوم السابع للهدنة شارف على الانتهاء حتى ولادته كانت عسيرة قبل دقائق من انتهاء الهدنة أقر اليوم السابع لهذه الهدنة هل تعتقد أن هذه الهدنة قابلة للتمديد؟ هد الأمريكية القطرية المصرية ستفلح ربما بتمديد الهدنة وأن يكون هناك إطلاق صراح عسكريين يقابله من هم فوق سن القصر يعني الحقيقة شكرا الحقيقة كما يبدو أن الهدن قابل للتمديد خاصة أن هناك تصريحات من قبل القيادة الإسرائيلية باتجاهات مختلفة وهناك أيضا إشارات واضحة من وزير الخارجي الأمريكي بلينكون الذي يقول بأن تمديد الهدنة يزيد عدد الأسرى الذين يتم إطلاق صراحهم من ناحية ومن ناحية الثانية أيضا يسمح بإدخال المواد والمساعدات الإغاثية والطبية والتي يحتاجها أبناء غزة خاصة فيما يتعلق بالوقود لذلك يعني الأمر الحقيقي يخضع لتقديرات وتقييمات الجهتين فيما يتعلق بتمديد الهدن حماس أبدت استعدادها بأكثر من مرة بأنها طالما أن هناك إطلاق لصراح السجناء وهناك أيضا تبادل للأسرى فهي على استعداد لتمديد الهدن وأيضا القيادة الإسرائيلية أشارت أكثر من مرة بأنه طالما هناك إطلاق لصراح السجناء والمحتجزين الموجودين لدى حماس من قبل الإسرائيليين فهي على استعداد أيضا لتمديدها لكن كما يبدو أن التمديد محدود يعني التمديد ليس لمدة طويلة كما يبدو أو كما هو واضح لكنني أعتقد أن هناك محاولات خفية وهناك محاولات مستمرة من الوسطى لمحاولة التوصل إلى إنهاء الحرب بشكل دائم خاصة أننا لاحظنا أن إسرائيل كانت تصرح في بداية الحرب وقبل أن توافق على الهدن بأنها لن توافق على الهدن إلا بتحقيق شرطين الشرط الأول إطلاق صراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والشرط الثاني القضاء على حماس وإنهاء وجود حماس الحقيقة لم يتحقق أي شرط من هذين الشرطين وكما يبدو أن تحقيق أي من هذين الشرطين قد أصبح بعيد المنال فيما يتعلق بإسرائيل خاصة أن الحرب التي كانت قد شنتها إسرائيل على غزة لم تحقق أي هدف من أهدافها المعلنة وليه هدف من أهدافها التي كان يتم التأكيد عليها من قبل القيادة الإسرائيلية سواء كانت القيادة السياسية أو القيادة العسكرية نعم أجدد تحيبك ثانية دكتور الخرابشة دعنا نتحدث عن زيارة رئيس الخارجية أو وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين بشكل موسع إلى إسرائيل قلت قبل قليل بأن هناك لربما محاولات خفية لتمديد الهدنة أو وقف إطلاق النار هل هناك لربما رسائل مبطنة رسائل خفية من وراء زيارة بلينكين إلى إسرائيل يعني واضح تماما حتى الإدارة الأمريكية بأكملها نتيجة للتطورات الميدانية والإعلامية والسياسية التي حصلت في موضوع الحرب على غزة أصبح هناك تغير في لهجة أو إدارة أو موقف الإدارة الأمريكية ونظرتها إلى ما يجري في غزة خاصة أن هناك رأي عام عالمي ضاغط هناك كثير من دول العالم غيرت مواقفها هناك كثير من دول العالم أكدت على أن حق الشعب الفلسطيني حق مهضوم ولا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني بدون أن يتنفذ قرارات الشرعية الدولية التي تم التوجه إلى السلام على أساسها إسرائيل والعالم كان قد دعمها على أساس حق الدفاع عن نفس لكن حق الدفاع عن نفس الحقيقة هي محتلة هي لا تدافع عن نفسها هي دولة احتلال كيان احتلال وكما هو معلوم أن هناك قرارات أممية صادرة عن الأمم المتحدة وهناك أيضا قانون دولي وقانون إنساني ومعاهدات جينيف التي تحتم على قوة الاحتلال وألا أي دولة تحتل أي أرض أن تلتزم بعدم تغيير أي شيء من معالم الأرض وعدم تهجير السكان أو الاعتداء على حقوقهم الحقيقة إسرائيل تمارس القمع والاضطهاد والإرهاب وتمارس أيضا قصف المستشفيات والمساجد والمدارس لدرجة أن المستشفيات لم تسلم وبالإضافة إلى الحصار هذه كلها تشكل جرائم حرب وتخالف القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي كذلك تخالف اتفاقيات جينيف وتحديدا الاتفاقي الرابعة التي تؤكد على حماية المدنيين وتؤكد على عدم تهجير المدنيين إسرائيل أرادت من هذه الحرب أن تبيد أن تنهي غزة وأن تنهي شعب غزة وتهجر هذا الشعب وبالتالي أن تعيد احتلال غزة هذا لا يجوز إسرائيل كانت تحتل غزة وانسحبت من غزة وإذا حضراتكم تذكرون أن رئيس وزراء إسرائيل بذلك الحين رابين شارون قد قال وأشار بأنه يتمنى أن يصع من النوم ويكون البحر قد ابتلع غز وبالتالي عندما لا تستطيع أن تحقق أهدافها أعتقد بأنها عليها أن تعيد النظر بسياساتها وخاصة أن موقف حماس موقف قوي وتمكن من كسر شوكة الجيش الذي لا يقر وأثبت قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والتصدي والتحدي على الرغم من استعمال آلة العنف الجوي والبرية والبحرية واضح دكتور يعني إشارة بلينكين لدى لقائه نتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلي لا ضرورة أن تكون هناك حماية للمدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة إذا ما استؤنف القتال هذه الإشارة سبقها قلق لبايدن أيضا في حال استناف القتال فهم من هذه الإشارة أنها ضوء أخضر لاستناف القتال في غزة يعني الحقيقة هو أخي العزيز لولا الدعم الأمريكي لا محدود يعني هي الحرب حرب تديرها أمريكا حرب تستعمل بها جميع أدوات الأسلحة البرية والبحرية والجوية الأمريكية وبالتالي الدعم الأمريكي لا محدود على كافة المستويات السياسية والعشكرية والأمنية والإعلامية هو الذي ساهم بإيصال الأمور وتصعيدها إلى ما وصلت إليه لذلك كان هناك إشارات واضحة يعني بلينكون عندما جاء للمرة الأولى إلى المنطقة كان قد صرح وقال بأنه لم يأتي كوزير الخارجية لزيارة المنطقة بل جاء كيهودي كان جده وقد هرب من القتل وبالتالي نحن لا نستغرب أن يكون موقف الإدارة الأمريكية سواء بايدن أو موقف وزير الخارجي الأمريكي داعم ومؤيد لإسرائيل التصريح الذي أطلقه يعني على الرغم من كل الاحتمالات هو يقول بأن الإدارة الأمريكية ستدعم إسرائيل سواء تجددت الحرب أو لم تتجدد لكن أنا أعتقد أن حجم الخسائر التي منيت بها إسرائيل وحجم الضرر الذي لقيته سواء كان من حيث الجنود أو من حيث حجم الصدم الأولى التي تلقتها يحتم على الإدارة الأمريكية ويحتم على إسرائيل أن تتخذ القرار بعيدا عن الانفعالات لأن هذا سيرتب عليه آثار كبيرة جدا وستكون ردة فعل أيضا من حماس أقوى مما كانت في شمال غزة لأن حماس أيضا لديها إمكانياتها ولديها قدراتها والآن حماس تحظى بدعم وأسناد من قبل فصال المقاومة الفلسطينية ومن ثم أيضا إسرائيل والإدارة الأمريكية عليها أن تتوقع أن يمتد الاحتجاج والعنف والحرب إلى الضف الغربي وكذلك الجنوب اللبناني وبالتالي هذه تملي أن يكون هناك قرار يتم اتخاذه بروية وهدوء بعيدا عن الانفعالات وأعتقد أن حجم الخسال التي منيت بها إسرائيل كبيرة جدا تحتم عليها أن تتخذ قرارها بعيدا عن كل الانفعالات وبالإضافة إلى ذلك الآن هناك موقف دولي ضاغط إسرائيل عليها أن تعلم أنها قوة احتلال وتخالف القانون الدولي وتخالف القانون الإنساني وتخالف اتفاقيات جينيك وكذلك تخالف ميثاق الأمم المتحدة هذا اليوم كان هناك جلسة في مجلس الأمن وهذه الجلسة كان قد تم طلب منها اتخاذ قرار بوقف الحرب والموافقة على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 67 يعني دكتور حضرتك تعرف بأنه اليوم دخلنا اليوم السابع بالهدنة هل هناك لربما مكاسب بين الطرفين غزة وإسرائيل ماذا لو كانت إسرائيل تعد العدة في هذه السبعة أيام يعني أيضا حماس تعد العدة خلال السبعة أيام حماس لن تعمل هذه المدة ولن تبقيها أو تقف موقف المتفرج كلا الجانبين عندما وافق على الهدن كان قد جهز نفسه وحماس قالت بأنها توافق على الهدن وستبقى أيديها على الزنات إسرائيل صحيح أنها قد تعد العدة وتحضر نفسها لكن أعتقد أن القتال أيضا والانتقال من شمال غزة إلى جنوب غزة سيكون أصعب بكثير من شمال غزة وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤولية هذا القرار وتتحمل حجم الخسائر والأضرار التي ستدفعها بالإضافة أنه عليها أن تتحمل أيضا موقف الرأي العام العالمي الضاغط شعبيا ورسميا والمواقف الإعلامية لأنه كانت إسرائيل في البداية قد ظللت العالم لدرجة أنها ظللت الرئيس الأمريكي عندما قال بأن حماس تقوم بقطع رؤوس الأطفال وثبت بعد ذلك أن هذا محظ افتراء وبعيد عن الواقع الآن العالم أدرك أن إسرائيل قوة احتلال وأن إسرائيل دولة لا أرضى لها هي تعتدي على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتعتدي على حق الشعب الفلسطيني في الحياة وتعتدي أيضا على حق الشعب الفلسطيني بممارسات مختلفة مخلّة بالقانون الدولي ومخلّة أيضا بكافة المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق الشعوب نحن نعلم أن إسرائيل منذ أن وجدت ومنذ أن تم منح حق إقامة الدولة اليهودية عام 48 من خلال وعد بالفورو ومن خلال سايكس بيكو كان قد صدر القرار 181 الذي يعطي أيضا للفلسطينيين الحق بإقامة دولة مستقلة لكن إسرائيل كانت بسياساتها وبالدعم الدولي الذي كانت تحظى به تمكنت عبر هذه المدة أن لا تمكن أخواننا الفلسطينيين من إقامة دولتهم وابتلعت الكثير من الأراضي وبعد ذلك حصلت حرب الـ 67 وتمكنت من احتلال أراضي الضفة الغربية أراضي الضفة الغربية بكافة القوانين المعمول فيها والمواثيق الدولية هي أراضي مختلة وهذه الأراضي المختلة ملك الشعب الفلسطيني وهناك قرارات أممية صادرة عن الأمم المتحدة ابتداء من القرار 194 الذي يعطي الحق للأخوان الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من اللاجئين بالعودة والتعويض إلى أراضيهم وهناك القرارين 242338 التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة المستقلة على حدود الرابع من حزاران عام 67 وعاصمتها القدس إسرائيل لم تمتتل لأي قرار من قرارات الشعية الدولية واسمح لي هنا الحقيقة أن أقول أن إسرائيل فوق القانون والمجتمع الدولي يدعم إسرائيل ويعاملها معاملة مختلفة كلياً عن كل الكيانات السياسية بالعالم حتى أن القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة الأمم المتحدة ومخالفات إسرائيل لكافة القوانين المعمول بها والتي ذكرتها سواء كان القانون الدولي أو القانون الإنسان الدولي أو معاهدات جينيب وتحديد الاتفاقية الرابعة أو كافة مواثيق حقوق الإنسان بالإضافة لهذه القرارات إسرائيل قامت منذ عام 67 وحتى الآن بابتلاع أكثر من 72% إلى 75% من الأراضي الفلسطينية وأقامت عليها مستوطنات وبالتالي هي تعمل على أن يكون هناك استحالة بإقامة الدولة الفلسطينية الآن المجتمع الدولي لا يمكن أدرك تمام الإدراك ومن خلال أيضاً الجهود التي تم بدلها من قبل قمة الرياض الإسلامية والعربية بأنه لا يمكن أن يتحقق السلام في هذه المنطقة إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران وإلا ستبقى هذه الحرب وستبقى المنطقة بأكملها في خضم هذه الأحداث التي لا يمكن أن تنعم بالأمن وأن تنعم بالاستقرار في ظلها إلا إذا امتثلت إسرائيل لقرارات شرعية دولية وامتثلت أيضاً لتطبيق هذه القرارات نعم دكتور نود أن نشكرك على انضمامك معنا دكتور محمود الخرابشة وزير الدولة الأردنية سابق للشؤون القانونية شكراً لجنبكم الكريم اشتركوا في القناة